وتعالوا ناخد أول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول لو كان في أم ليها كلام مع رجل معجبة بي وهو كذلك وبنتها أخدت بالها ونصحتها لكن لم تسمع كلام وما زالت على كلام مع عز الرجل وبنتها متضايقة وحزينة وأمها اتخنقت جامد معاها وبتعملها معاملة وحشة ماذا تفعل الفتاة مع أمها مع العلم أن والدها لا يعامل أمها بطريقة كويسة ودايما بيتخنقوا فنرجو الرد طيب السؤال دا شائق شوية لأن احنا بنقول بوضوح أن هذا نوع من أنواع في مسألة متدخلة أول حاجة أن لا دا ليس من حفظ أمانة الزوجية يعني دا الأم كده مش حفظة أمانة الزوجية يعني أن هي يبقى عندها حد معجبة بي وبتكلمه حتى لو على خلاف مع زوجها لا لو حد بيسألني هي تحرم نفسها من الحب وتحرم نفسها من الإعجاب من أجل حد لا مش من أجل الحد دا من أجل أمانة الزواج لما ربنا كلم الرجال عشان يحسنوا إلى الزوجات قال لهم فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله فهي لما بتحافظ على أمانة الزوجية بتحافظ على أمانة الله ايوها هي تقولي يعني ليه أنا أحافظ على أمانة الله وهو ما يحافظ أو دا كلام الشيطان دا كلام مين؟ كلام الشيطان والنفس الأمر بالسوق الذي يوسوس وفي صدور الناس من الجنة والناس دا هنا تحالف من بين الشيطان والنفس الأمر بالسوق فأول حاجة هذه الأم لابد إن هي لو كان سمع كلامي إن هي تتق الله وكل الأمهات لو في أمهات بتعمل كده تتق الله هتقولي تبا أعمل إيه إذا كان بيعملني وحش اذهبي إلى مكان يحللك المشكلة بينك وبينه لكن ما تبقيش زوجته وبتخنيه يعني إيه بتخنيه؟ بتخنيه بالمصطلح بالمصطلح المجتمعي وليس بالمصطلح الذي يتعلق بإن الخيانة دي هي الزنا الراجل مستأمنك فأنت بتكلمه واحد ومعجبة بيه والهانة بيه لدرجة إن بنتك حسد بده بنتك غيرانة على أبوها بتعلمي بنتك إيه؟ بتعلمي بنتك إن هي بقى عندها راجلين؟ أو ده المعنى التاني بقى اللي بقولهولك كلكم راعا وكلكم مسؤولا عن رعيتي أنت ما زلت راعية لهذه البنت اللي هي بتسألني يعني وقلبها موجوع وقلبها بيتقطع وانت بتضيعي بنتك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الاسم أن يضيع الراجل من يعول أنت وبتكلم الراجل ده ومعجبة بيه واضح عليك وواضح من تصرفاتك حتى بنتك رصد ده أنت في الحقيقة مش بتعملي حاجة تدخل عليك السرور وتخفف عليك يعاني الأذى اللي بيتعرض فيه لزوجتك أنا محدش أزعى أصلي يعاني دي أكتر فخ بتعمله النفس الأمارة بالسوق ما أصلا أنا شغلتي لإرشاد الزواجي فأنا بقول لكم اللي أحسن كلمة يعاني طب هي تعمل إيه يعاني ما هو جزع مع الزبا جزع مع الزبا تاخد جزع وتروح للإرشاد الزواجي تروح إلى ما يصلح حياتها وزوجها لكن ما يحصلش كده البنت تربويا البنت وهي بتسأل دلوقتي يعاني ممزقة ممزقة ما بين حبها لأمها وعدم الرضاع على أخلاق أمها أخلاق أمها اللي عملت إيه اللي راح تكلمت راجل ومعجبة بيه وبتتواصل معاه من وراء جزها البنت بتقول لي يبقى عندنا حاقتين أهو ده ليس حفاظا لأمانة الزوجية الأمر الثاني ده كمان نوع من أنواع تضيع مسترعاك الله حاجة التالتة والمفهوم الأخير ده وهو ده مهم جدا أنت كده عندك شيء من الخلل فيما يتعلق بالسمات الإنسانية اللي عندك أن أنت إزاي بتعيشي كده أنت بتعيشي وانت بتلفي وتدوري وتستمرق الكذب والكذب اللي بيستمرقوا بيوصلوا إلى الفجور ونزاك النفس كده مرة بالسوق هتبرر جدا فما تعمليش كده بنتي العزيزة بقى تعمل إيه مع أمها تنصحها وتفضل تنصحها وتقول لها إحنا ستات زي بعض أنا مقدرة أن أنت موجوعة من سوق معاملة والدي لكن أنا مقدرش أشوفك وانت بتعملي الغلط وأسكت سدقيني أنا خايفة على حب ليك ينقص سدقيني أنا عايزة تفضلي أمي بصورتها الجميلة صورتها العفيفة صورتها الرائعة النقية من كل أو شاب الكذب فبتسأليني عامل إيه استمر في النصيحة استمر في النصيحة بكل أشكالها وعوقي أي محاولة لأمك ممكن تقع فيها بالخطأ لو راح هتقابله افسد المقابلة دي لو راح هتتكلم معاه ادخلي افسد المكالمة دي ديائي على والدتك يعني لو هي بتعمل كده أيوة أنا بقول لك كده ده من باب العون ده ليس نوع من أنواع عدم بر الولدين ديائي عليها ديائي عليها مش بقول لك اتجسسي عليها ديائي عليها وده عمل رشيد ده عمل رشيد وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى عينك يا بنتي وإن شاء الله يكتب لك الخير ويكتب لك السداد ويهدي والدتك وإن شاء الله كل ده يزول ولا يبقى إلا الجمال والخير والسعة والنعمة والفضل والبركة ويملى بيتكم إن شاء الله مودة ورحمة وسكينة ونور إن شاء الله مودة ونورط وإن شاء الله شكرا